في أخبار الاقتصاد ناقش مجلس إدارة هيئة الموانئ البحرية في اجتماعه النصف سنوي برئاسة الأستاذ عبدالقادر أبو علي رئيس مجلس الإدارة ناقش تقرير الأداء التشغيلي بالإضافة للأداء المالي الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في الإرادات والتقارير التي تمت إجازتها بعد ذلك كما استعرض المجلس مذكرة بخصوص قانون السلطة المينائية وقانون الرقابة البحرية وتداول المجلس المشكلات التي تعيق العملية التشغيلية وناقش بشكل مفصل عمل الآلات والأعطال كما تناول الطرق والحلول التي من شأنها رفع الإنتاج والإنتاجية